السفير الأمريكي في محافظة المهرة زيارة أثرت علامة استفهام كبيرة حول التوقيت والمغزى لمحافظة لم يتوقف الجدل بشأن التواجد العسكرية السعودية الكبيرة فيها منذ أواخر العام 2017 لا شيء أبلغ ضلالة من توقيت زيارة السفير كريستوفر هنزل المفاجئة إلى محافظة المهرة فقد صادفت يوما يحتفل فيه اليمنيون بذكر استقلال جزء غالب من بلدهم هو جنوب اليمن عم بريطانيا ومرد ذلك إلى أن عدداً من الضباط البريطانيين كانوا متواجدين في مطار الغيطة الدولي الذي حطت فيه طائرة السفير هنزل هذا ما كشف عنه عضم جلس الشورى اليمني عن محافظة المهرة اللواء أحمد قحطان فهؤلاء الضباط وثقاً للواء قحطان يتواجدون منذ فترة إلى جانب القوات السعودية في مهمة يجري التكتم حولها من جميع الأطراف ومعها تحول المطار الوحيد في المحافظة إلى ثكنة عسكرية مغلقة ومعتقل كبير لمعارضية تواجد السعودي أما المغزى العميق لزيارة كهذه فليس إلا تكريس الوضعية المستقبلية لمحافظة المهرة في ظل ما يلاحظه المراقبون من توجه سعودي أمريكي وبريطاني وإماراتي على ما يبدو لإخراج المحافظة من معادلة الصراع الدائر على الساحة اليمنية لارتباطها الوثيق بمحافظة أرخبيل سقطرة وإننا إذ نقدر هذه الجهود فإننا نهني حكومة الجمهورية اليمنية على وجه الخصوص القوات العسكرية والأمنية على نجاح عمليات مكافحة الإرهاب في محافظة المهرة حفلت تحركات السفير بإشارات عديدة تؤكد هذا المغزى فباستثناء اللقاء البروتوكلي البارد للسفير مع محافظة المحافظة وبعض من قيادات السلطة المحلية يبدو أن السفير الأمريكي أراد أن يثبت السردية السعودية حول محافظة المهرة فيصورها وكأنها خرجت للتو من معركة حاسمة مع الإرهابيين والمهربين بحسب ادعاءاته لذا بدى وكأنه يلقي خطاب النصر نيابة عن الحلف الرباعي السعودي الأمريكي البريطاني الإماراتي وتعمد توجيه الدعوة إلى إيران للتوقف عن دعم الحوثيين في اليمن من هذه المحافظة في خطوة أريد منها التغطية على الدعم الإيراني الحقيقي الذي يأتي إلى الحوثيين عبر شواطئ البحر الأحمر الواقعة تحت سيطراتهم والذين سبق للإدارة الأمريكية أنحالت دون دحرهم من الحديدة وموانئها ومن شواطئ البحر الأحمر عبر فرض تفاهمة ستوكهولم حملت كلمة السفير الأمريكية التي ألقاها أمام ثلة من الصحفيين ما يكفي من إشارات الدعم للمهمة العسكرية السعودية في المهرة والتي أظهرها مجرد قوة إسناد لليمنيين في معركة مكافحة الإرهاب والتهريب وتلك كانت إحدى مبررات زيارته للمهرة رغم أنه تطرق إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة وإلى حاجة اليمن إلى حكومة توافقية ينبغي على اليمنين أن يتوحدوا ويدعموا تشكيلها طبقا لهذا الاتفاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر